تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 59 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 38 طن كما تم ضبط 11 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 607 قضايا من بينها 174 قضية خبز ناقص الوزن و182 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط ثلاث قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 15 طن أقمح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية